السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم على قناة وي سمارت مستمرين معكم في سلسة للتحويل شقة من السفر إلى سمارت واليوم رح نحول هذا الجيزر إلى سمارت رح نحوله على ثلاث أجزاء الجزء الأول رح يكون تركيب الجزء الثاني رح نضيف عليه حساس حرارة والجزء الثالث رح نأتمته عن طريق الهوبيتات بعمق أتمت الجيزر رغم بساطتها لكن تحتاج دقة عشان نلبي جميع احتياجات أفراد المنزل والأوقات اللي بيستخدموا فيها الأشخاص في المنزل الماء الساخن خلينا اليوم نبلش بالتركيب ورح نركب الشيلي اليوم من جهة الجيزر مش من جهة الكبسات بسبب إضافة حساس أو سنسور الحرارة في الفيديو القادم رح يكون إضافة حساس سنسور الحرارة من جهة الجيزر أسهل علينا خلينا نبدأ بالتركيب مباشرة رح نبدأ في فك كبسة الجيزر الخط الأحمر عنا هو الخط الحامي وعنا الأسود هو البارد وعنا هون الخط الأخضر اللي رايح على الجيزر بمجرد ما نطف الكبسة بطفل الجيزر الآن على الطرف الثاني من جهة الجيزر عنا الخط الأخضر اللي جاي من الكبسة والأصفر اللي هو الأرضي والأسود اللي هو الخط البارد رح نباشر بفك الأسود رح نعمل منه فرع عن طريق الكلمن عشان نغذي الشيلي بالخط البارد سنركبه مباشرة على ال N على شلي الان راح نفك الخط الاخضر اللي جاي من المفتاح او ال switch راح نركبه على ال SW على شلي الان راح نركب الخط اللي بيغدي الجيزر بالتيار الكهربائي راح يركب الطرف الاول على ال out على شلي على ال O والطرف الثاني على فيش الكهرباء الان صار عنا الخط البارد والخط اللي طالع على الجيزر والخط اللي جاي من ال switch اتبقى علينا ان نغذي شلي بالكهرباء مباشرة انا جهز سلك بشكل مسبق موجود عندي هون راح اوصله على ال L على شلي ورح اغذيه بالكهرباء مباشرة من الطرف الثاني الان هيك صارت شلي جاهزة من هذا الطرف راح نرجع على جهة الكبسات هذا السلك هو نفس السلك اللي ركبناه من الطرف الثاني على ال L راح نعطيه كهرباء مباشرة من الكبسات راح نركبه مباشرة على الجنبر اللي بيغدي الكبسة بالكهرباء بشكل مباشر وهيك بيكون انتهينا من عملية التركيب خلينا نجرب الجهاز مباشر الان لو شغلنا من التطبيق مباشر اشتغل عنه الجيزر الان خلينا نطفي من الكبسة لكن لاحظوا معاي هون في مشكلة الجيزر اعطى OFF والتطبيق اعطى OFF لكن الكبسة الاضاءة اللي عليها ما زالت مضاءة وهذا الحكي راح نحتاج نعدل عليه علشان نتفادى هاي المشكلة ونخلي اضاءة الكبسة تمشي مع الجيزر والتطبيق لاحظوا لو طفيت من الكبسة فعليا الجيزر اشتغل والتطبيق اشتغل ولكن الكبسة طفت اضاءتها لنتفادى هاي المشكلة منركب عليها كبسة مثل هاي الاضاءة عليها اسلاك خارجية او بإمكاننا نحط اضاءة خارجية مثل هاي بالوسط ونخلي الكبسة كبسة عادية مش كبسة جيزر طبعا انا راح اركب هذا النوع خلينا نشوف شو هي طريقة التركيب خلينا نبدل الكبسة الان راح نفك كل الاسلاك اللي عليها راح اغير الكبسة كاملة هاي الكبسة الاضاءة فيها بلت ان وهي هي الاضاءة والحامي والبارد اللي بشغلوا اللمبة موجودين بلت ان في الكبسة ما في اسلاك طالعة مثل الكبسة اللي ورجتكم اياها قبل قليل راح اركب هاي الكبسة بدالها كبسة زومبرك هي كبسة جرس ورح تكون افضل الي بهاي الحالة طالما عندي اضاءة بتعطي معلومة انه الجيزر اشتغل عشان اغير صورة الجرس راح اخد وجه الكبسة القديمة بس عشان المنظر يكون متناسق مع الكبسات وعشان اعرف انها كبسة الجيزر ولكن ما فيها اضاءة نهائيا هذا هو الشكل النهائي بعد التركيب راح نركب البارد على الاضاءة الجديدة والجنبر راح نوديه على الكبسة الجديدة ورح نركب السلك اللي بيغذي شلي بالطاقة مباشرة مع الجنبر والسلك الاخضر اللي رايح على الاس دابليو على الطرف الثاني من الكبسة الان تبقى علينا الخط اللي بيغذي الاضاءة بالكهرباء راح ناخده من جهة الطرف الثاني من جهة الجيزر الان بدنا ناخد من مخرج شلي معلومة اللي اضاءة لتضوء عشان يدوي معانا كل ما يدوي الجيزر فرح نضيف عليه سلك انا مددته بشكل مسبق هذا السلك الازرق مددته بشكل مسبق عشان يرجع لنا للاضاءة راح نقطع السلك هنا هذا من الوسط بهذا الشكل وهو طالع من شليه راح نعرضيه بهذا الشكل راح نحط عليه كلمان الآن راح نضيف عليه كمان السلك الازرق هذا نحطه هون هيك احنا راح نعرف إذا الجيزر مجرد ما ياخد أمر هون الجيزر راح يرجع للاضاءة اللي موجودة عنا بالمضر الان عشان نغذي هاي الاضاءة بالفيدباك اللي جاي من شلي انا مددت هذا السلك الازرق نفسه اللي احنا شفناه في الداخل راح نركبه على ال ال على الاضاءة بهذا الشكل صار عنا حامي وبارد على الاضاءة وهيك منكون خلصنا تركيب الاضاءة اول اشي راح نغير نوع الكبسة لمومنتري عشان تتوافق مع الكبسة الزومبرك اللي انا ركبتها راح نروح على سيتنج وبعدها على البتن تايب ورح نختار مومنتري هيك الكبسة صارت جاهزة خلينا نجرب الان الان راح ندخل على الجهاز لكن هاي المرة من خلال الاي بي عشان نشوفه بشكل مباشر راح تعكس الحالي عنا على الشلي بسرعة وبدقة من خلال الاي بي ادق من التطبيق راح نضغط على الكبسة مباشرة عكسة عندي على التطبيق وعلى الاضاءة كمان واشتغل الجيزر هذا الجيزر استهلاكه 2000 كيلوات في الساعة مجرد ما يشتغل الهيتر راح يظهر عنا على التطبيق شلي الان اشتغل الهيتر وظهر الاستهلاك على التطبيق مباشرة الان راح نجرب من التطبيق مباشرة الاضاءة عكسة عندي والكبسة ظلت شغالة بشكل طبيعي برأيي هاي افضل طريقة للتركيب اللي هي اضاءة منفصلة هيك لو انا مارر من الممر بعرف انه الجيزر شغال او مش شغال من حالة الاضاءة الان احنا كمستخدمين للجهاز شلي بي ام فقط بدون اي انظمة اخرى بمكاننا نضيف تايمر على سبيل المثال لمدة ساعتين هذا ابسط انواع الاتوميشن اللي ممكن نعملها انه عند تشغيل الجيزر بطفي بعد ساعتين او جدول زمني يلبي احتياجاتنا بمواعيد مختلفة خلال اليوم واذا احتجنا نشغل الجيزر خارج هذه المواعيد بمكاننا نستخدم المشهد ايضا بمكاننا نضيف عن طريق المشهد اذا اشتغل الجيزر في وقت خارج الجدول الزمني كما هو ظاهر في المثال امامنا اذا اشتغل الجيزر في اي وقت من الساعة 12 في الليل الى الساعة 8 صباحا يطفي بعد ساعة هذا بيكون جدول احتياطي من عمل عن طريق المشهد في الفيديو القادم راح نضيف الشلي اد اون ونضيف حساس الحرارة راح يكون الاتوميشن اعمق من الاتوميشن اللي حكينا عنه في هذا الفيديو اليوم بدأت عروض على موقع شلي وخصومات لغاية 25% روابط العروض راح تكون موجودة في الاسفل استفيدوا منها لانه مدتها 6 ايام فقط ان شاء الله تكونوا استمتعتوا في هذا الفيديو نشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله لايك وسبسكرايب السلام عليكم